السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشهر مرتلين أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو سأتكلم عن الباكالوريا التدريبية لشعبة أدب وفلسفة مادة الفلسفة وكذلك أيضا شعبة اللغات كومونتي وقلوا واشطح لكم كذلك شعبة أدب وفلسفة علقوا واشطح لكم في الباكالوريا التدريبية سواء من الجدل أو الاستقصاء أو تحليل نص هو أن المواضيع اللي شفتها هي الأكثرية الأنظمة الاقتصادية والحقوق والواجبات سواء كانت من ناحية الجدل أو الاستقصاء هذه المواضيع اللي شفتها هو أنه من الفصل الأول كي يدير لهم العادة والإرادة وكي يدير لهم العادة سلبيات وإيجابيات بعض المواضيع فيها الإحساس وإدراك بالنسبة للفصل الأخير كانت الحقيقة يعني الباكالوريا التدريبية كانت تتمركز حول الحقوق والواجبات والأنظمة الاقتصادية وكذلك الحقيقة والعادة والإرادة والعادة سلبيات وإيجابيات وكذلك بعض المواضيع فيها الإحساس والإدراك مع العلم لم أرشح الإحساس والإدراك لكي يعرف تلاميذ ذلك وأن الحقيقة طرحت في بعض المواضيع التجربية سواء كانت بتحليل نص أو استقصاء يعني كانت متبينة كي لي حطها استقصاء كي لي حطها جدل كي لي حطها تحليل نص ولكن للأسف الشديد أن بعض المواضيع ما عشبتنيش لماذا؟ لأنه كوبي كولي فمثل في بعض المواضيع شفت موضوع العادة والإرادة تحليل نص هو أنه مهزوز من الباكالوريا 2018 تحليل نص هزوا وحطوا للأسف الشديد هزوا وحطوا صراحة لغة أسبت بشكل كبير جدا لماذا هذا النسخ واللسق في مواضيع الباكالوريا التجربية موضوع العادة والإرادة في 2018 هزوا كي ماراة تحليل نص حقه أتمنى لكم التوفيق والناجح في شهادة الباكالوريا وأي استفسروا لا خليوا لي التعليقات أسفل الفيديو وما تنسوش أنكم تعلقوا واشطح لكم في الامتحان التجريبي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر